اهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء بعد مضي عام واحد على تأسيس الميثاق الوطني العراقي رسم خارطة طريق تؤمن أن الحل يكمن في إسقاط العملية السياسية الفاسدة في العراق بجميع رموزها لسيما مع ازدياد زخم تظاهرات ثورة تشرين المطالبة بإسقاط النظام السياسي الحالي القائم على المحاصصة أطلق الميثاق الوطني العراقي متمره الأول في مدينة اسطنبول والذي شاركت فيه عدة شخصيات وقوة وطنية كان من ضمنها هيئة علماء المسلمين في العراق التي أكدت أن مشاركتها في الميثاق جاءت من مبدأ عملها في كل ما يخدم القضية العراقية وتخليصها من أنياب السلطة الفاسدة وداعمها في الخارج وأكدت قوة الميثاق الوطني ضرورة دعم التظاهرات والتنسيق مع الحراك الشعبي والتحرك السياسي مع القوة الوطنية على المستوى المحلي والدولي إضافة إلى رصد جرائم الحكومة والميليشيات وسعي لتدويلها عبر التعاون مع المنظمات الحقوقية والإنسانية سنصلت مشاهدين الكرام الضوء في هذه الحلقة على خارطة الميثاق الوطني العراقي وكيف تساند القوة المناغضة للاحتلال الأمريكي وعمليته السياسية ثورة تشرين السلمية في العراق وكيف تنظر قوة الميثاق الوطني إلى قيم الدولة والمواطنة والنظام السياسي وحقوق الإنسان العراقي والإطار الإقليمي والدولي والسبل الداعمة لثورة تشرين المطالبة بإسقاط سلطة الأحزاب والنظام القائم على المحاصصة نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار كونوا معنا أهلا وسهلا بكم ونحن نفتتح المؤتمر الصحفي للمؤتمر الأول للميثاق الوطني العراقي لم يمضع لتأسيسه عام واحد حتى أطلق الميثاق الوطني العراقي مؤتمره الأول في مدينة إسطنبول والذي شاركت فيه عدة شخصيات وقوى وطنية كان من ضمنها هيئة علماء المسلمين في العراق والتي أكدت على لسان ناطقها الرسمي عبد الحميد العاني أن مشاركتها في الميثاق جاءت من مبدأ عملها في كل ما يخدم القضية العراقية وتخليصها من أنياب السلطة الفاسدة وداعمها في الخارج دائبة الهيئة منذ تأسيسي على التنسيق والتعاون مع جميع القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية وبناء على ذلك فقد أثمرت هذا التنسيق على الكثير من الجهود وبما فيها هذا الميثاق الوطني الذي كانت هي أحد القوى الوطنية الموقع عليه رسم الميثاق الوطني العراقي منذ تأسيسه خارطة طريق عراقية تؤمن أن الحل يكمن في إسقاط العملية السياسية الفاسدة بجميع رموزها لسيما أن العراق يمر في مرحلة حسسة ومهمة مع ازدياد وطيرات التظاهرات لثورة تشري وأقر الميثاق الوطني العراقي في مؤتمره الأول توصيات كان أهمها دعم التظاهرات والتنسيق مع الحراك الشعبي والتحرك السياسي مع القوى الوطنية على المستويين المحلي والدولي إضافة إلى رصد جرائم الحكومة والميليشيات والسعي إلى تدويلها عبر التعاون مع المنظمات الحقوقية والإنسانية كذلك أكد الميثاق الوطني العراقي في البيان الختامي على أن شعارات ثورة تشري وأهدافها تلتقي مع الثوابت الوطنية للميثاق الهادفة لاستعادة العراق وإسقاط نظام المحاصصة الطائفية والعرقية بداية أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة ضيفي في الستوري دكتور فاطمة العاني مسشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب مرحبا بك دكتور فاطمة أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الأستاذ عبدالقادر النايل الكاتب والمحلل السياسي أستاذ عبدالقادر مرحبا بك أهلا وسهلا بكم أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور فاطمة العاني بعد مضي عام على تأسيس الميثاق الوطني العراقي ما هي خارطته التي قدمها نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني منذ تأسيس الميثاق الوطني العراقي في شهر آدار الماضي العام الماضي وضع خارطة متكاملة لجميع متطلبات التي تجمع التي تفقت عليها القوى المناهضة للعملية السياسية والاحتلالان في العراق الاحتلال الأمريكي والإيراني هذه الخارطة تضمنت أهم المرتكزات التي تصب كلها جميعها في مصلحة الشعب العراقي وتأكيد وأهم هذه النقاط هي تأكيد الميثاق على هوية العراق الجامعة نبذ كل أشكال التفرقة والعنصرية والتطرف التأكيد على هوية العراق التي ودين العراق وتحديد المرتكزات الأساسية لجميع المسائل التي تخص العراق بضمنها المسألة الكردية حقوق العراقيين ضمان جميع حق كافة حقوق العراقين بما ضمنها حقوق الإنسان في العراق حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة كل هذه التي يرى أن الميثاق العراقي يرى أن هذه النقاط وأغلبها بل نستطيع أن نقول جميعها قد فقدها الآن في الوقت الحاضر الشعب العراقي أستاذ عبد القادر نايل الكاتب والمحلل السياسي يعني النظام السياسي العملية السياسية كل القوة المناهضة للعملية السياسية ترى أن هذا النظام هو جزء من الاحتلال الأمريكي وأن عمليته السياسية وما حققته في العراق من خراب ودمار ما هي إلا تنفيذ لحلقة من حلقات هذا المشروع كيف تنظر أو ينظر الميثاق الوطني العراقي القوة الرافضة للاحتلال والعملية السياسية كيف تنظر إلى النظام السياسي القائم الحالي والتي ثورة تشرين الآن مطالبة بإسقاطه بالكامل أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام وغيفتكم الكريمة من المؤكد تماماً أن النظام السياسي في العراق هو عبارة عن ليس نظاماً بالأصل هي عملية سياسية تتكون من تجمعات عشوائية هذه التجمعات حقيقة تناحرت وأوجدها الاحتلال قبل الاحتلال ثم هيمنت عليها إيران وهنا نابد أن نركز على هذه القضية لأنه حقيقة النظام السياسي أو العملية السياسية في العراق لا يمكن لهم هم أنفسهم الذين يأتون بانتخابات مزورة لا سيما الانتخابات الأخيرة التي لأول مرة تعترف منظمات دولية بتزوير هذه الانتخابات والذي قطعها الشعب العراقي بالنسبة 80% وربما أكثر من هذه النسبة لكن هذه النسبة المثبتة لدى الكل والجميع يعلم بها لذلك هو بمجرد وجوده من غير شرعية شعبية ووطنية يؤكد على أن هؤلاء لا يمتلكون قرارهم وثانيا أن هؤلاء أنفسهم عندما يجتمعون لا يكون القرار لهم إلا من خلال أدوات خارجية وقد رأى الجميع أن قاسم سليماني كان هو من يختار رئيس الوزراء هو من يختار تسمية رئيس البرلمان هو من يختار رئيس الجمهورية طوال ستة عشر عاماً والتدخل الواضح في الانتخابات الأخيرة واختيار الرؤساء كان دليلاً قاطعاً على فشل هذه العملية السياسية هذه العملية السياسية بنيت على المحاصصة الطائفية والعرقية عملية لا تهدف إلى الانتماء للعراقيين وبالتالي عملت على تدمير العراق وبناه التحتية لذلك اليوم العراق عندما يتأخر تعليمياً وهو يتذيل بل خرج من الجودة لا وجودة لإسمه وكانت جامعات العراق تخرج لأكثر من دول العالم كان حقيقة يشار بالبنان في الدول العربية لخريج الجامعات العراقية جامعات مغداد أو الموصل أو غيرها لذلك حقيقة عندما اليوم ترى أن الشهادة العراقية والجامعة العراقية خرجت من تصنيف الجودة وبالتالي هناك تعثر في التعامل مع أي طالب من خريج هذه الجامعات بعد 2003 هو الانهيار الكامل للتعليم هذا الانهيار من الذي يتحمل مسؤوليته سوى هذه العملية السياسية وأركانها وبالتالي الاقتصاد العراقي منهار وحالة الفقر وصل إلى 40% تحت خط الأحمر وبالتالي العراقي يعيش مأساة حقيقية أما إذا تكلمنا عن الواقع الصحي فالواقع الصحي ليس فقط متدهورا بل منتهي بالكامل وقد رأى الجميع ورأيتم كيف المستشفيات العراقية ليس فيها أدنى مقومات وجودها بل المرضى رأيناهم على الأرض حقيقة يتم علاجهم فضلا عن اغتيالات أطباء وعلماء وطيارين وكوادر عراقية وضرب صمامات أمان بالتالي لا وجود حتى لمسمى نظام سياسي في العراق هذه كلها اجتمعت على أن هذا النظام فاشل وهذا النظام ينبغي أن يزال لا حل في إصلاحه لأن هؤلاء حقيقة ليس من المعقول ستة عشر عاما يدعون أن هناك انتخابات وهي ذات الوجوه تتكرر وبالتالي تمسك بزمام الأمور وتعمل على إلغاء الجميع وتهميشهم تعمل على إلغاء الصوت العراقي الوطني تعمل على قتل الأصوات العراقية وقد رأينا طوال ستة عشر عاما كيف قمعت التظاهرات السلمية في العراق كيف تم اغتيال كل من يعلو صوته بانتقاد واضح لأطراف الأحزاب السياسية ومليشياتهم المسلحة قد رأينا في ثورة تشرين الحالية التي هي ثورة مباركة قد نجحت في توحيد الشعب العراقي نحو إسقاط هذا النظام وقد شخصت العدو العراقي الحقيقي للعراقيين من خلال أن هذا النظام هو الذي جعل العراق ساحة تصفيات جعل العراق ساحة الصراعات أفشل العراق على جميع المستويات وبالتالي كيف يتم اغتيال كل من ينتقد إيران وما حادثت للصحفيين في البصرة أحمد عبد الصمد وغيرها لا دليل واضح فضلا عن آلاف الجرحى والشهداء الذين تم اغتيالهم بدم بارد وهؤلاء هم العراقيون هم الذين يعبرون عن عراقيتهم وبالتالي عندما يتم وعد الديمقراطية والحريات وقتلها وخنقها بهذه الطريقة فلا مجال يمكن أن نقول أن هناك نظاما سياسيا في العراق لا بد أن يلغى هذا النظام من أجل أن يكون العراقيون نظاما سياسيا حقيقيا يشعروا بأن العراق حقيقة يعتمد على شعبه في هذا النظام ويمكن أن يسانده الشعب ليكون العراق ذو سيادة ذو قوة لينهض من جديد أمام كل هذه التحديات والمصائب التي جرت على الشعب العراق نعم كل ما ذكره الأستاذ عبدالقادر النايل هو فعلا ما يطالب به ثوار تشرين من إسقاط هذا النظام الحالي الذي سبب المزيد من البؤس للعراقيين وذهبت أموالهم في جيوب الفاسدين والبنى التحتية محطمة مع العلم أن العراق بلدا نفطيا يسخر بالمياه ويسخر بالثروات بالنفط والغاز وغيرها من المعادن الثمينة رغم ذلك العراق يعيش تحت مستوى خط الفقر بحسب التقارير المنظمات المعنية بذلك نتسأل دكتورة فاطمة العالي حقوق الإنسان العراقي كيف استشعرت بها قوة الميثاق الوطني العراقي كل هذه الأمور بمجملها هذه الأزمات هذا التحطيم للبناء التحتية هذه الحروب الداخلية الصراع بين الأحزاب على أموال العراق وبالتالي يعيش العراق في هذا أو الشعب العراقي في هذا المستوى من البؤس والفقر والدماء كيف استشعرت قوة الميثاق الوطني العراقي ثورة تشرين المطالبة بإسقاط سلطة الأحزاب القائمة نعم يعني لا يخفى على الجميع الآن يعني الكثير من التقارير المنظمات الدولية أيضا الشعب العراقي بنفسه وما يحدث له وما يعيشه يوميا هو أكبر دليل على مدى البؤس ومدى الحالة المزرية التي وصل إليها الشعب العراقي منذ احتلال العراق عام 2003 الشعب العراقي فقد حقوقه بأكملها وأولها كان حقه في المقاومة ورأينا كيف أن يتم وصم كل مقاومة بإرهاب بالإضافة إلى ذلك يعني العراق كان على مستويات يعني مستوى المعيش في العراق المستوى التعليم الخدمات الصحية يعني كان يتمتع به قدر عالي يعني لا تتمتع بها حتى دول المحيطة بالعراق يعني الآن لا وجود لهذه الحقوق جميعها الحق في التعليم نسبة الأمية المرتفعة الآن في العراق نسبة المتسربين المدارس الآن أصبحت الأطفال تعيل أسرها بسبب الفقر بسبب عدم وجود نظام تعليمي حقيقي يمارس سلطته ويفرض إجزامية التعليم في العراق بالإضافة إلى ذلك أين هي حقوق الإنسان الأخرى أين حرية التعبير أين حرية التظاهر نرى أنها جميعها انتهكت والآن أكبر دليل على ذلك ما حدث منذ انطلاق الثورة ثورة الشباب في تشرين القتل القمع الوحشي للحكومة بأساليب مبتكرة أصبحت الآن في العراق حتى القتل يتم حتى لو تخلوا عن الرصاص الحية يقتلون بالقنابل المسيرة للدموع المحرمة دوليا وهي ليست صالحة حتى للاستخدام في التصدي للتظاهرات السلمية تصوح فقط للاستعمال في العمليات العسكرية كل هذا تم توثيقه والتواصل موجود بين الشباب وبين القوى الميثاق الوطني العراقي تصل كثير من الفيديوهات التي توثق ما حدث الآن منذ انطلاق التظاهرات كل هذا يثبت أن ما يحدث في العراق جرائم ممنهجة ترتكبها الحكومة وميليشياتها دون أي رادع دون أي تخوف من أي محاسبة حتى لو كان هناك إعلان لأسماء مجرمين أين هي العدالة؟ أين النظام القضائي؟ لا يوجد أي صلا لهذا في العراق جميع الحقوق منتهكة حتى الحق في الحصول على شهادة وفاة توثق أن هذا القتيل بأي أداة قتلة لا وجود لها تزوير ممنهج عدم الأفصاح عنه حتى أعداد القتلى في التظاهرات يتم التعتيم عليها وعدم إعلانها بل تزوير أعداد القتلى أين المعتقلين والمغيبين قصريا؟ أصبحت أعدادهم الآن منذ منطلاق التظاهرات يصل إلى الآلاف دون مراعاة لحتى مشاعر عوائلهم وأسرهم حتى هؤلاء فقدوا حتى حقهم في متابعة قضايا أبنائهم والحصول على معلومات أين هم بلا شك أن مسلسل عمليات الاختطاف والتغييب القصري هو موجود منذ العام 2003 ولكنه أيضا أخذ حيزا كبيرا بعد عام 2014 تحت لافتات معينة منها محاربة الإرهاب أو الحرب على الإرهاب وكلها كانت في إطار التغيير الديمورافي مثل ما يرى محللون ومراقبون للشيان العراقي أستاذ عبدالقادر النايل هل تضافرت الآن الجهود تضافرت كل الجهود لتصب في مصلحة الثورة المطالبة بإسقاط النظام السياسي القائم يعني بلا شك أن هناك استشعارا كبيرا من قبل القوى المناخضة للاحتلال منذ احتلال العراق وحتى الآن وأن كل ما يمر به العراق الآن خلال هذه المرحلة كان متوقعا وفي الحسبان منذ ذلك الحين الآن كيف هو الدعم والمساندة والدور المنطبي القوى المناخضة للاحتلال وللعملية السياسية خلال هذه المرحلة في مساندة الثورة عندما يحترق بيتك لا بد أن يتداعى الجميع لإخماد النار والعراق وطن الجميع وبالتالي العراق يحترق وهناك من يريد أن يكمل على إحراقه بالكامل فبالتالي ينبغي على الجميع أن يتداعون للمساهمة في إطفاء حقيقة العراق وإعادته إلى أهله وشعبه وبالتالي عندما تتفق مظاهرات ثورة تشرين بذات الأهداف التي انطلق بها الميثاق الوطني العراقي وقواه التي حقيقة كان لها دورا في صناعة الوعي الكبير والمواجهة الفعلية لهذا النظام طوال 17 عاما واليوم العراقيون يجمعون على أن هذه الأهداف السابقة هي الأهداف التي ينبغي أن تتحقق لأن لا عودة للعراق إلا بها من خلال إسقاط هذا النظام المشوه الذي يحرق العراق والذي حقيقة لأول مرة لا يصدق عقلا أن هؤلاء يمسكون زمام الحكم لكنهم يبحثون عن مصالح دول ومنها إيران على سبيل المثال وحتى الولايات المتحدة وغيرها من دول أخرى يعني حسب معلوماتنا الدقيقة أن هناك 150 جهازا من مختلف دول العالم يعمل في بغداد وبالتالي حقيقة اليوم لا بد أن يتداعى الجميع لذلك حقيقة كل اليوم يتداعون باتجاه إخماد النار وإعادة العراق والعراق سينهض بأبنائه لذلك عندما تتوافر الجهود سواء من النخب ومن القوة التي هي اليوم تتحد وتوحد جهودها وتتفق على مواثيق لتوقع عليها ليكون منها انطلاقا حقيقيا في عمل ممنهج لإنقاذ العراق مع متظاهرين ومع شباب ومع عراقيين بالملايين وقد رأيتم قبل يوم أمس في الجمعة المليونية كيف خرجت المتظاهرون بعد مئة يوم ليجددوا حقيقة ثباتهم وإصرارهم ومن هنا نحيي الطلبة طلبة العراق في الجامعات والثانويات على ما قدموه للعراق وما يقدمونه وهم يصارعون أمام قوانين تريد استهدافهم لأنهم يعلمون تماما أن لا قيمة للشهادة العراقية بوجود تلك الأحزاب ولا بد أن يكون هناك تصحيحا حقيقيا لارتقاء بالعلم يا سيد العزيز نهضة الدول اعتمدت على العلماء العراقيين هذه ماليزيا سر نهضتها العمرانية على المهندسين العراقيين هذه بريطانيا سر نهضتها الطبية عن الأطباء العراقيين العراقيين وفيه كفاءات يمكن لهم أن يساهموا في بناء عراقهم وسينهض العراق بهم قريبا بعون الله لذلك استشعرت قوى الميثاق منذ وقت مبكر حتى قبل انطلاقات ثورة تشرين على لا بد أن يكون هناك عهدا ولا بد أن يكون هناك مجمل حقوق للشعب العراقي ينبغي أن تسلك وأن لا نتنازل عنها لذلك هي رتبت حالها وكان هذا الميثاق يمثل الارتباط الحقيقي وبالتالي ستنطلق إلى قوى أخرى ليكون بيتا حقيقيا يتداعى الجميع لأنه ليس يريد أن يلغي أو أن يدمج القوى فيما بينها فقط إنما هو يريد أن يكون حالة جمعية مع الشعب العراقي وبالتالي كلنا في سفينة واحدة من أجل أن ننقذ العراق لذلك هو يسعى إلى تأسيس سفينة نوح في العراق لأن من يسعد هذه السفينة حقيقة سينقذ نفسه وينقذ بلده لذلك هو يريد صناعة سفينة حقيقية من أجل إنقاذ العراق وبالتالي الترابط كبير تماما في هذه القضية وهو استشعر بالأزمة وما يدار ويخطط من أجل العراق لذلك أفشلت جميع المشاريع التي أرادت تقسيم العراق والتي أرادت أن يكون هناك حربا أهلية بين العراق من أجل أن تتمزق السلم الاجتماعي والأهلي كلها كسرت على يد حقيقة من كان يقف ضد هذه المشاريع من هذه القوى التي اليوم وقعت على الميثاب ومن المتظاهرين الذين نجحوا في وحدة الشعب العراقي وصناعة الوعي الذي هو يعتبر الخطوة الأولى والشروع الحقيقي في طريق القاضي العراق وعندما تعلم كيف يتم انقاذ العراق فإن القضية مسألة وقت في عملية تحديد الانتصار ومسألة وقت في عملية استعارة وطن لذلك رفعوا شعارهم في التظاهرات نريد وطن وهذا ما كانت عليه القوى طوال 16 عاما فيما مضى أيضا تريد وطن من أجل أن يعود العراق للعراقيين ليكون هذا البلد الذي جذوره في التاريخ عميقة فهو يمتلك الجذور وبالتالي فلتسأل تلك الدول ما جذورها وما حضارتها أمام حضارة العراق نعم أبرز مطالبات ثوار تشرين أنهم يريدون وطن ويردون إسقاط العملية السياسية ونظام الأحزاب الحاكمة الآن دكتورة فاطمة يعني السلطات الشعب هو مصدر السلطات يعني الدستور الحالي هو مرفوض من قبل حتى ثوار ثورة تشرين مفوض من قبل القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية القوات الأمنية أيضا هذا ملف مهم جدا كيف يمكن لك أن تحدثين عن وأنتم من المشاركين أيضا في المؤتمر المؤتمر الأول للمثاق الوطني العراقي كيف ينظرون إلى مجمل هذا الأمر الدستور السلطات وموضوع القوات الأمنية ودمج الميليشيات في القوات الأمنية نعم يعني بالتأكيد الآن المتظاهرون في العراق يعني يطالبون بحقوق مشروعة حتى لو طالبوا بإسقاط النظام هذا حق مشروع في أي بلد حر ويدعي الحرية والديمقراطية من حق الشعب أن يرفع هذا المطلب وعلى الحكومة أن تنفذ خاصة وأن الحكومة أثبتت أنها بعيدة كل البعد أولا عن الشعب وثانيا لم تحقق أي وعود التي أطلقتها أثناء الانتخابات أو في برامجهم السياسية التي يدعون أن يمثلونها ويطلقونها من خلال أحزابهم كل هذا مجرد كان دعاية فقط وأعلانات ولا وجود لها على أرض الواقع أيضا المتظاهرون في العراق من حقهم أن يطالبوا بإزاحة هذه السلطات وتمكينهم من تحديد ما هو المطلوب في المرحلة القادمة والمجيء بحكومة توقذهم من هذه الأوضاع خاصة وأن هذا الحق مشروع ومكفول سواء في القوانين الدولية أو في القوانين الوطنية القوات المسلحة في العراق نحن نعرف منذ بداية نشأتها على يد بول بريمر الذي حل الجيش الوطني العراقي السابق قام بدمج الميليشيات وكونت الميليشيات النواة الجديدة وحل الجيش أولا في البداية وتكوين جيش جديد نواته هو الميليشيات منذ الأصل الميليشيات التي طبعا جاءت عبر الحدود الكثير منها كانت نشأته خارج العراق في إيران وفي الدول الأجنبية وجاء بهم وتم تشكيل الجيش العراقي وقامت القوات الأمريكية بتدريب هذا الجيش على أساس القتال وحتى ليس على أساس حقوق المواطنين وكيف يتعاملون في أوقات السلم فقط هما معمولون على أساس قمع الشعب العراقي من أجل تنفيذ أهداف أمريكا وإيران منذ احتلال العراق ورأينا وأثبت ذلك من خلال انتفاضة وثورة تشرين رأينا كيف أن الجيش استمر في ممارسة نفس عمليات القمع ونفس عمليات التصدي والحكومة أثبت ذلك عن طريق التحقيق الذي قامت له ونحن نعرف مدى عدم نزاهة هذا التقرير ولكن أثبتت أن هناك كان عمليات قتل مباشرة باستعمال الرصاص الحي وغيرها وهذه كانت طريقة تصديهم منذ البداية ونهجهم منذ البداية في التصدي للشعب العراقي منذ احتلال العراق عام 2003 والمجازر التي اذتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التي انضمت فيما بعد بالفتاوي الدينية هذه كلها أثبتت عدم وجود أي روح وطنية لها وعدم تمكنها لم تستطيع أن تثبت أنها تستطيع التعامل مع المواطن كمواطن بل التعامل كان على أساس أن هذا المواطن عدو لهم ما دام أنه ثار ضد السلطة وثار على ما تقوم به القوات الحكومية والحكومة من عدم تنفيذها لأي مطلب وتمكن العراقي من حصول على أي حق من حقوقهم كانت كأنما هم أعداء لهذه الحكومة ويجب التصدي لهم ويجب قتلهم وأعداد القتلة التي وصلت للمئات تثبت هذا وأعداد الجرح التي تجاوزت بالآلاف مئات الآلاف وسط وأعداد المغيبين والمعتقلين كلها هذه تثبت حقيقة هذه القوات تسمى القوات المسلحة أن ليس لها أي روح وطنية وأن أساستها وأن نشأتها وتدريبها لم يتم على أي أساس أن يحصل العراق على أي حق من حقوقهم أستاذ عبدالقادر الدستور الحالي لا يمثل العقد الاجتماعي الجامع للعراقيين أو الجامع الموحد للعراقيين وكذلك القوات المسلحة كما تعلم تم حلها بعد احتلال العراق عام 2003 وتم استبدالها بميليشيات مدمجة في القوات الأمنية أو العسكرية أستاذ عبدالقادر الآن هل ترى أن الظروف مواتية كما تعلم وأنتم من الموقعين على الميثاق الوطني العراقي أو من ضمن القوى المناهضة للاحتلال وعمليته السياسية هل ترى أن الآن الظرف مواتي لموضوع التدخل وإحداث التغيير في هذا الأمر هل بالإمكان التغيير الآن في ضوء هذا الصراع الأمريكي الإيراني الحالي على أرض العراق كيف ينظر الميثاق الوطني وقواه إلى ما يجري من المؤكد أن هذا الصراع الذي بسبب الأطراف السياسية والأحزاب التي تشكلت البرلمان هي من جعلت العراق ساحة للتصفيات الإقليمية والدولية لأنها احتضنت الطرفان وبالتالي كل يريد تغليب الطرف الذي هو ينتمي إليه فأحزاب إيران تريد للعراق أن يكون حديقة خلفية لإيران وبالتالي معلوم تماما أنه كسر العقوبات الاقتصادية على إيران كان من العراق ولذلك سخروا تهريب العملة الصعبة والخزين الستراتيجي للبنك المركز العراقي اقتصاديا إلى إيران فضلا عن البضائع التي يصدروها وهي بضائع بلا فائدة وهي كانت سببا رئيسيا في انتشار السرطانات في العراق لكنهم كانوا يفضلون المصلحة الإيرانية ويفضلون انتعاش الاقتصاد الإيراني على حساب الشعب العراقي وطرف آخر يحتمي بالولايات المتحدة الأمريكية وهو حقيقة ضعيف في هذا المحور أمام هؤلاء ولذلك كان الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق الصراع حقيقي وهو صراع على النفوذ وبالتالي الأيام القادمة وما سبقتها أيضا من أشهر قادمة بالتأكيد هناك ملامح كثيرة بهذا الإطار مع بقاء هذا الصراع على أرض العراق لا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التدخلات الخارجية فنحن نتكلم عن ميليشيات حزب الله اللبنانية تتواجد في جرف الصخر وتدرب في العراق نتكلم عن ضباط الحرس الثوري الإيراني وهم متواجدين بدليل أن ما تم قصفه في بعض المقرات ومنها مقر القائم لميليشيات الحشد حزب الله كان هناك ضباط إيرانيين قتلوا هناك واعترفت بهم إيران لذلك حقيقة فضلا على أن هناك هيمنة على المشهد العراقي بطريقة واضحة تماما إذن هناك مصادرة للقرار العراقي بطريقة كبيرة وهذا التدخل الكبير يستدعي أن يكون هناك تحركا حقيقيا لإنقاذ العراق وإحداث التغيير وهذا التغيير لا بد أن يحدث وسيحدث هذا التغيير بالتأكيد الوقت الحالي هو وقت جوهري ومهم تماما لأننا نتكلم على أن الحاضنة لكل هؤلاء الميليشيات ولكل المشروع الذي كان يعتمد عليه الإيراني اليوم تثور بطريقة وطنية واضحة تماما تريد استعارة الوطن بعد أن عرفت من العدو الحقيقي لألواء العراقيين جميعا ومن يريد تدمير العراق وأن الحل لا يكمن إلا بإزاحة هؤلاء تماما لذلك عندما يتوافق الأطراف أو القوى العراقية مع التيارات الشعبية التي خرجت وهي منظمة ومستقلة ودقيقة وبالتالي هي مضحية بدمائها التي رويت أرض العراق فضلا عن جهود سابقة هي كانت محطات ومحاولات لاستعارة الوطن بالتأكيد فأن الوقت مناسب ومهم تماما لعملية إحداث التغيير هناك موازنات دولية نعم لكن أيضا موازنة الشعب العراقي الذي أصبح القوى الثالثة والتي خرجت في توقيتات أربكة اللاعبين الدولي والإقليميين لذلك هناك إرباك حقيقي لكل اللاعبين لأنهم يريدون من الذي سيحكم العراق كيف يتم التنسيق وبالتالي هنا جاءت التوصيفات الحقيقية أو البيان الختامي التي ظهر فيه الميثاق الوطني على ضرورة أن يكون هناك تدخلا حقيقيا أن يكون هناك استشعارا من الدول العربية ومن المجتمع الدولي لكل مطالب ثورة تشريل لأنها تمثل الجميع لأنهم يصبون إلى أن يكون هناك إسقاط كامل للنظام وبناء النظام السياسي متكامل الدستور لا يمثل العراقين اليوم بعد ما علم الجميع التفسيرات الكثيرة والألغام الكثيرة الذي وضعت فيه وبالتالي هو ليس محط اتفاق بالمطلق وليس صعبا على العراقيين الذين يمتلكون كفاءات عراقية قانونية وسياسية أن يكتبوا عقدا اجتماعيا يمثل العراق لذلك هناك رؤية حقيقية في الميثاق الوطني والقوى الموجودة فيه على أن يكون هناك عملا حقيقيا هذا العمل هو يفضي إلى التغيير وبالتالي العراق مقبل على عدة سيناريوهات كثيرة بما فيها المنطقة وبالتالي مقتل سليماني وأبي مهد المهندس سنتحدث عن هذا الأمر سيد عبدالقادر عن السيناريوهات المتوقعة والإطار الإقليمي والدولي في ضوء ما تمر به المنطقة من أحداث إذا سمحتني أن أنتقل لدكتورة فاطمة العاني دكتورة فاطمة الأمر المهم أيضا في هذه الحلقة وما نود طرحه هو موضوع المجتمع المرأة الطفولة تعرضت المرأة منذ عام 2003 وحتى الآن يعني 17 سنة من الاضطهاد من التنكيل من الظلم من الحرمان من أبسط حقوق المرأة في الحياة وحقوق الطفل تم تجنيد الأطفال تم نشر الكثير من الأمور السيئة في المجتمع كالمخدرات وغيرها يعني الآن المنظمات الدولية والحقوقية الإنسانية كيف تتفاعل مع ما يطرحه الميثاق الوطني العراقي لتخليص المرأة والطفل من هذا الاضطهاد وهذا الظلم الذي يعيشونه في العراق نعم يعني من النقاط المهمة التي يركز عليها الميثاق الوطني العراقي هو حقوق المرأة وحقوق الطفل ويعني بما يكفل الحياة الكريمة يعني من المعروف الآن أن نسبة النساء ونسبة الأطفال هي الأعلى في العراق خاصة بعد سلسلة الحروب والمعاركة والأحداث المأساوية التي مر بها العراق خاصة منذ عام 2003 إذن لا بد التأكيد والتركيز على هاتين الفئتين من فئات المجتمع خاصة وأن الأطفال هم ركزة المستقبل إذن يجب أن يتمتع الأطفال بالحقوق الأساسية التي تكفلها والتي تتناسب مع المعايير الدولية الحق في العيش الكريمة التمتع بالتعليم والعيش الطفولة والتمتع بالصحة الآن وكذلك بالنسبة للنساء التمتع بحقوقهم التي يكفلها لهم الشرائع والقوانين لا زالت الاعتقالات تطال حتى النساء ولا زالت عمليات القتل والاغتيال والخطف أيضا تطال النساء إلى الآن بالضبط وإذا فقط نلقي نظرة على ما حدث منذ انطلاق الشباب في ثورتهم في تشرين يعني نرى عداد هناك القتلى بين صفوف النساء وبالنسبة حتى القتلى بين صفوف الأطفال إذن حقوق منتهكة وصلت إلى درجة القتل فإن الحقوق الباقية لا وجود لها يعني الآن تعرضوا للاختطاف ورأينا كيف أن بعضهم تخلى حتى عن الانضمام للتظاهرات بعد أن تم إطلاق صراحهم إذن ما هو مستويات التعذيب التي تعرضوا لها يعني حالة القتل الأخيرة للشابة الجامعية التي تم الكشف أنها تعرضت إلى التعذيب أولا والصعق بالكهرباء وبعدها وجدت جسدها مرمية إذن تعذيب موجود حتى لو كان بالنسبة للنساء لا مراعاة لحرمة النساء الآن في العراق تعرضنا للتعذيب حالهم حال الرجال يتعرضون للقتل المفارز الطبية التي من ضمن مكوناتها وجود النساء يتعرضون أيضا للتهديد يتعرضون أيضا للقتل بالإضافة إلى ذلك أصلا الحقوق كانت من خلال القوانين التي يتم إصدارها بالإضافة إلى ذلك كانت أصلا الحقوق منذ عام 2003 حقوق العراقيات وحقوق أطفالهم منتهكة العمليات حتى الاعتقالات كانت تتم على أساس صلة النساء بذويهم الذين يشتبهون بأنهم ينتمون إلى هل تتوقعين الدكتورة أن يتفاعل أو تتفاعل المنظمات الدولية والإنسانية مع ما يطرحه المثاق الوطني العراقي يعني البعض يتساءل العالم كله لم يتفاعل ولم يتدخل فعليا في موضوع النازحين وموضوع انتهاكات التي تتعرض لها المرأة وكذلك الطفل العراقي من تجنيد وما إلى ذلك يعني هل تتوقعين أن يكون هناك في ضوء التطورات الدولية والإقليمية الحالية أن يتم الالتفاعل إلى الوضع العراقي والتدخل الحقيقي لا بد أن تأتي مرحلة لا بد أن يتدخل المجتمع الدولي خاصة وأن مستوى الانتهاكات ومستوى الجرائم قد وصل إلى حد يعني لا يمكن التغطي عليه بأي طريقة كانت يعني هناك عملية تواصل مستمرة وهناك عملية تبادل لما يحدث من معلومات تبادل لما يحدث في العراق خاصة الآن أثناء التظاهرات هناك عملية توثيق جدية هناك استعداد وتواصل مع منظمات لم نكن نتواصل معها سابقاً يريدون أن يبينوا ويساعدوا الشعب العراقي على استحصال حقوقه هذا الأمر لم يعد مخفياً حتى التقارير تقارير منظمات الدولية أصبحت الآن بكثافة أكثر من السابق إذن هناك تسليط للضوء على العراق وما يحدث له من جرائم خاصة وأن النساء والأطفال أصبحوا الآن جزء كبير منهم يتواجدون في ساحة التظاهرات إذن هذه التظاهرات أثبتت أن ما يحدث في العراق أصبح يمس كافة فئات الشعب والمثاق الوطني يؤكد أصلاً على ما يحدث في الشعب العراقي إذن أصبحت هناك ترابط وتواصل ولو أن بعضهم لا يريد أن يعترف بذلك ولكن أصبح هناك حقيقة واقعة على الأرض أن ما يحدث للنساء والأطفال أيضاً المثاق الوطني العراقي مهتم به ويوثقه ويقدمه للعالم والعالم الآن أصبح يتفاعل مع هذا الموضوع وهناك محاولات للتدخل بصورة مباشرة وفي أوقات الأزمات من أجل إنقاذ هذه الفئات مما يحصل لها وعلى الأقل يتم الحد من هذه ووقف هذه الانتهاكات هناك تطورات ولو أن تكون الآن نستشعر أنها بطيئة ولكن هي على الأقل هناك تطورات وهناك تجاوب إلى حد ما نأمل أن هذا طبعاً موضوع بالتكاثف الجهود أن يتم بلورة وإخراج هذا الموضوع بصورة أفضل من أجل أن يكون هناك تجاوب جدي من المجتمع الدولي في سبيل حل هذه القضايا الشائعة واضح دكتورة فاطمة بالعودة إليك أستاذ عبدالقادر النايل بالتأكيد أن هناك إطاراً إقليمياً أو دولياً لما يجري يلقي بظلاله على ما يجري من تطورات في العراق وفي المشهد العراقي والمنطقة برمتها الميليشيات وتواجدها في سوريا وتواجدها في العراق وتواجدها في اليمن في المنطقة وإحتمالية حسارها وهذا التناوش أو المناوشات الأمريكية الإيرانية في المنطقة وقصف القاعدة الأمريكية واغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس كل هذه التطورات الحالية والمنطقة على صفيح ساخن يعني القوى المناخضة للاحتلال كيف تستثمر هذه الفرصة في سبيل انتزاع العراق مرة أخرى وإرجاعه إلى حاضنته العربية بعدما كان بحسب ما يرى الكثير من المحللين قد سلم من قبل الاحتلال الأمريكي إلى حضن إيران الميثاق الوطن العراقي يعلم تماماً أن هناك عملاً مهماً على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي وبالتالي أولى خطواته هو ذهب باتجاه الحوار الجاد مع جميع القوى من أجل توحيد الصفوف لأن هناك حقيقة متغيرات مهمة متغيرات دولية ومتغيرات محلية داخل العراق وبالتالي ينبغي أن يكون هناك استحضاراً حقيقياً لأجل إنقاذ العراق وبالتالي لا تخوف على حتى أن يكون في العراق فراغاً سياسياً أو فراغاً دستورياً لأنه أيضاً يمكن حقيقة ما حدث بعد 2004 أيضاً كان هناك فراغاً دستورياً وبالتالي لم يتأثر مع أنهم حلوا جميع الأجهزة العراقية بمؤسساتها بالتالي العراق الميثاق الوطني والقوى لديها مسار سياسي مهم تماماً هذا المسار يعمل على إعادة الهيكلة وبالتالي هو لا يبحث عن الإلغاء والتهميش هو يبحث عن بناء واستعارة العراق الصراعات الدولية الموجودة بالتأكيد المنطقة والعراق ما بعد مقتل سليماني وتقليم الأظافر الإيرانية ليست كما قبله لذلك حقيقة هناك متغيرات مهمة تماماً وبالتالي هذه المتغيرات ستستثمر بالتأكيد وهناك عمل جاد لإحداث حالة من التوازن لا سيما أن الشعب العراقي دخل في مرحلة الصراع كقوة مؤثرة تريد استعارة الوطن أمام المشاريع الدولية الموجودة في المنطقة على هذا الأساس حقيقة هناك عمل يمكن أن يلخص بالآتي هذا العمل من خلال ثورة تشرين الموجودة التي أعادت البوصلة بالكامل وصححت المسار العالمي أمام ما ينظرون إليه لأنه كان هناك حقيقة اتهام واضح تماماً لكثير من الملفات كانوا عندما يقولون أن هؤلاء النازحون هؤلاء هم ربما ينتبون إلى الإرهاب أن ما يجري هو استعارة المدن من الإرهاب اليوم حقيقة ثورة تشرين أحدث صدمة مهمة لدى العالم لتبين حقيقة الطبقة السياسية أو الطغمة السياسية الفاسدة التي تتحكم بالشعب العراقي بطريقة واضحة تماماً لصالح أجندات كبيرة ليس هذا أننا نقول أنه خلال مدة قصيرة سيتم استعارة العراق أمام مشاريع كثيرة وأمام تغول إيراني الذي بدأت المظاهرات لأول مرة في التاريخ الإيراني تخرج في هذه الأوقات لتطالب بإسقاط ولي الفقيه والمرشد الأعلى في إيران لذلك حقيقة هناك تحركات كثيرة وهناك صراعات واضحة من خلالها حقيقة هناك أيضاً استهدافات بالمقابل من قبل تلك الطقمة الفاسدة التي تحكم العراق والتي تريد البقاء والتمسك لصالح مشروع إيراني الإقليمي في المنطقة لذلك أمام كل هذه السيناريوهات هناك أمل كبير في استعارة العراق من خلال العمل الجاد وهذا يتطلب جهود كبيرة وهذه الجهود قد نجحت منها أن لجان الميثاق الوطن العراقي استطاعت كسر القيد الإعلامي التي عملت عليه الحكومة منذ انطلاقة ثورة تشرين في الأول من الشهر العاشر واستطاعت أن يكون هناك تظاهرات في عدد من الدول الأوروبية والعربية وغيرها لتعريف بالقضية العراقية ولا زال هناك جهوداً كبيرة بهذا الإطار وهناك أيضاً للجنة حقوق الإنسان دوراً رائداً وفاعلاً مهماً من خلال أن المنظمات الدولية سلطت الضوء منذ اللحظة الأولى لأن هناك عملاً في الميدان من توثيق حقيقي لهذه الجرائم واستلمتها من وقت مبكر إذن هذا حقيقة لم يأتي من فراغ إنما جاء من استشعار القضية قبل حدوثها وبالتالي ترتيب الأوضاع وتصويبها والتعاون المطلق وهناك حقيقة اليوم تنفتح جسور وتعاون كبير ما بين الشباب العراقي ما بين المكونات العراقية ما بين الأطياف والنخب والنقابات الفاعلة والمثقفين وحملة الشهادات بطريقة واضحة هذه الجهود كلها ليست جهود حزبية وليست جهود تهدف إلى الظفر بمناصب إنما تهدف إلى عودة العراق بطريقة وطنية يمكن من خلالها أن يكون المواطن العراقي مواطن عراقياً من الدرجة الأولى له كل حقوقه وبالتالي لا يهم من الذي يحكم أو الشخصية التي يمكن أن تحكم لكن العراقيين جميعاً سيساهمون ببناء نظام سياسي حقيقي وبالتالي الأيام القادمة والأسابيع القادمة فيها كثير من المفاجآت والانتقالات في المسارات السياسية العراقية ابقى معي أستاذ عبد القادر النايل الدكتورة فاطمة العاني فيما يخص موضوع آثار الاحتلال وإزالة آثار الاحتلال إلى أي مدى يمكن إزالة آثار الاحتلال بمطالبات دولية والمطالبة أيضاً بتعويضات لما سببه الاحتلال الأمريكي في العراق من دمار وخراب وكذلك لما سببه أيضاً الوجود الإيراني في العراق هل يمكن إلى أي مدى يمكن إزالة آثار الاحتلال والحصول على تعويضات للشعب العراقي نعم يعني إزالة آثار الاحتلال الأمريكي للعراق والإيراني أيضاً هو أول طريق لإزالة هذا التأثير المرير على الشعب العراقي هو بإزالة جميع جذور الاحتلال من العراق وأولها العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال وأيضاً الدستور الطائفي الذي جاء به الاحتلال هذه هي أحد المرتكزات الأساسية من أجل إزالة ما ترتب على العراق من تأثير سلبي لحد الآن موجود في العراق هذا ومجيء بحكومة وطنية تنفذ مطالب الجماهير وتؤسس إلى مشروع سياسي في العراق لأن الأساس في العراق هو مشكلة سياسية وما ترتب عليها هذه الحكومة التي سوف تأتي سوف تنقذ العراق مما حدث له وبالتالي الجرائم التي قام بها الاحتلال الأمريكي أيضاً سوف يتم الحصول على تعويضات مما قام به الاحتلال الأمريكي في العراق نحن نعرف جيداً أن الاحتلال الأمريكي قام بجرائم كبيرة في العراق جرائم قتل جرائم اعتقالات وتغييب جرائم على مستوى كافة الأصعدة والخدمات وتدمير البنية التحتية للعراق والكثير من الجرائم التي لا زالت لحد الآن ماثلة آثارها أيضاً لن ينقذ العراق إلا حكومة وطنية هذه هو الأساس الذي نستطيع من خلاله المطالبة بتعويضات على كل الجرائم التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى ذلك هو أن ينضم العراق إلى كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتهرب منها الحكومة أيضاً الآن خاصة اتفاقية روما التي أسست لمحكمة الجنايات الدولية وما تسبب في ضياع الكثير من الحقوق بسبب ما حصل من جرائم في العراق وبسبب رفض الحكومة الصح عن المجرمين ومعاقبة المجرمين الذين قاموا بهذه الجرائم الكثير من الأشياء التي سترتب على مجيء حكومة وطنية ومنها المطالبة بالتعويضات من الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ عبدالقادر كيف ممكن أن تتحقق أهداف الميثاق الوطني في وجود مصالح دولية ووجود الهيمنة الأمريكية في العالم وفي العراق تحديداً العراق ليس بمأزل عن العالم وهنا لا نريد أن يكون العراق منعزل بالكامل عن ما يجري في العالم أو الهيمنات الموجودة في العالم لكن هناك سيادة عراقية لا بد أن تبنى على أساس المصالح العراقية سواء السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية وبالتالي العراق قادر على أنتاج نظام يمكن أن يحافظ على جميع الشراكات مع دول العالم بقدر متساوي وأن يتفاهم بطريقة بما يحفظ المصالح الاقتصادية وغيرها لذلك هذه القضية ليست عائقاً أمام الهيمنة الأمريكية المطلقة الموجودة في العالم ومنها التواجد العسكري الأمريكي في العراق ليس هناك كلام يمكن أن يخل بالسيادة العراقية أو أن يسمح بالسيادة العراقية لكن عندما تكون هناك حكومة وطنية فاعلة تعمل على بناية مؤسسات رصينة في العراق تضمن الحرية للشعب العراقي توفر العيش لا تتآمر على سرقة الألمان العراقي لن يكون هناك مجال لتنفيذ أجندات إقليمية لن تسمح بصراعات إنما سيكون العراق مصدراً للتعايش السلمي مصدراً لحقيقة الرخاء والتعاون الاقتصادي والمساهمة البناءة مع دول جواره هنا نحن لسنا نقول أننا عندما نتكلم عن إيران بالضد من الشعب الإيراني فالشعب الإيراني شعب جار وموجود نحن نتكلم عن النظام الإيراني وغطرسته وما يريده من تدمير وبالتالي يمكن أن يكون العراق مصدراً حقيقياً للتعايش وقيادة التعايش وهو العراق في الوقت الحاضي هو القائد الحقيقي للمنطقة لذلك الصراعات الموجودة بسبب غياب العراق لذلك هناك صفيح ساخن في المنطقة لن يتمكن ولم تتمكن دول المنطقة من الرجوع إلى الأمن والاستقرار والعيش الرغيط إلا بعودة العراق فلذلك العراق يمكن أن يؤسس لكل مجمل هذا التعاون لكن بطريقة السيادة والمحافظة على المصالح العراقية شكراً لك أستاذ عبدالقادر النايل الكاتب والمحل السياسي كنت معي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول وأشكر ضيفتي في الستوديو أيضاً الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جراءة من حرب شكراً لك دكتورة في الختام مشاهدين الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء